السلام عليكم. منها على سبيل المثال الحمود الكاربوكسلية. طبعا الحمود الكاربوكسلية كونس متابعة في كاربوكسلية. طبعا هذه المجموعة لها مشتقات كثيرة جدا منها على سبيل المثال أسد كورايد أو سايد كورايد. لنرى كيف يمكن تحضير هذه المواد عن طريق الحمود الكاربوكسلية أو من خلال مشتقاتها أو من خلال أملاحها. أول شغلة هي أسد كورايد أو أسايد كورايد. كيف يتم تحضيره؟ يتم تحضيره بكل بساطة. عن طريق تفاعل الحمود الكاربوكسلية أي حمود الكاربوكسلية مع بي سي أل فاي. بي سي أل فاي. كيف يتم هذه المواد الناس؟ لطبع يا. امري كيف يتم هذه المواد؟ لطبع أمريكي. اللي هي مجموعة القواج الآن بي سي أل فارج زي ما احنا شايفين يمكن نحنا نجزعها تمام؟ هناك منها تغطي عليه عشان لا نقطع لا نقطع نقطع منها مثلا سي أل تمام؟ و بي سي أل سي أل و سي أل طبعا هناك في وجود عامل مساعد تمام؟ الآن تذهب لنا معادلة جديدة سي أل فارج اي سي أل فارج سي أل فارج سي أل سي أل سي أل مع الأج سي أل ماذا تبقى؟ تبقى فيها لديك البي والأوب والسي أل بي أو سي أل لأنا لاحظة هاي اللي هو ماشي جمعنا شايفين كيف؟ نتج عن طريق تفاعل اللي هو الحمد الكربوكسيلي مع اللي هو خامس كلوريد أو فاسفوراس من تكلورايد فنتج عندي أستايل كلورايد هذا أول أول نقطة إذا عرفتك كيف نجيب الأسفل عن طريق تفاعل الحمد الكربوكسيلي عن طريق تفاعل الحمد الكربوكسيلي مع اللي هو خامس كلوريد الفاسفوراس الأميدات الأمايد سهلة جداً ممكن أنا أفعلها مباشرةً مباشرةً مع اللي هي كلوريدات الأحمار كلوريدات الأحمار CH3 CW C مثلاً مثلاً لو أنا فعلتها مع أثنين مثلاً CH3NH2 إيش بنسمي هذا؟ بنسمي اللي هو مثلاً مثلاً permanente بالمـ نحصل على م Beck المترجم فيصبح مركبي بهذا الشكل ماذا اضع مكانك؟ اضع مكانك اللي هو الاميد وعندك الاميدات ممكن افاعل نوريدات الأحمر مع اي اميدات امين! مع اي امين طبعا هذا امين ايش؟ امين اولي امين اولي هذا امين اولي النقطة الاخيرة في اللي هي اشتاقات الحمود الكربوكسرية اللي هي الاسترس والاسترس ده امين كبيرة في حياة الاملية والاميد هي مركبات طبعا حرموية ناتجة من دفاع الحمود الكربوكسرية مع الكحولات في وجود اللي هو حمد معدني حتى يقول التفاعل في اتجاه تكوين بالإسترس إسترس لها طبعا أوضر ولها روائح ولا كهات وروائح ذكي وطعم جدا طيب الأسترس الأسترس CH3 C double point OH زاد طبعا حمد كاربوكسيلي زاد CH3 CH2 OH هذا الأسترس حتى يكون تفاعل في اتجاه تكوين بالإسترس طبعا أنا أضطرح حمد في وجود حمد لكي يكون لا يحدث يكون في ماذا يحدث في هذه الإسترس طبعا نعم نجمع معددك وتصبح CH3 C double point أو CH2 CH2 CH3 طبعا هذا يسمى إيثايل إيثانويت إيثايل إيثانويت زاد طبعا إيه؟ مية إيثايل إيثانويت أو استرسلات إيثايل وهي مادة ذات رائحة ذكية ذكية منعشة اللي هي طبعا كلنا هكيلة هي رائحة البرد اللي بنشربوه أو نشربوه رائحة البرد هذا النسبة لي الأمور الثلاثة إذن عنا أصبح Derivatives of ثم وكاربوكسيليك أسد ثلاثة Derivatives of كاربوكسيليك أسد ثلاثة أولا اللي هي أسد الكلورايد الحمول طبعا الأسد الكلورايد لغيادات الأحماض أو الأسد الكلورايد عنا الأمايس الأميدات وعنا اللي هي البسترال ثلاث أشياء نتبع على النقطة هذه وهي نقطة مهمة جدا 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 النقطة الأخيرة اللي هي Hydrolysis of Estance Hydrolysis of Estance يعني تتحلل الإسترات Hydrolysis of Estance بالنسبة لـ Hydrolysis of Estance اللي هي تفكر أو تحلل الإسترات الإسترات تتحلل Hydrolysis of Estance طبعا اثنين واحد اثنين فيه عن طريق اللي هو H.O. ووجود H.O. وفيه عن طريق اللي هو N.A.O.H. لنرى إذا التحاول أو تتفكر في الإسترات في طرفين اللي تتفكر في ماذي وعن طريق اللي هي الكامل وشوف الماذي ناخد إسترات C.H.T.R.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O حمد كربوكسيلي حمد كربوكسيلي زائر كحول CH3 CH2 هذا التفكك أو تحلل المال تحلل المال إذا الحجر والأساس والبسل تفكك الاستراعات مائي ترجع إلى حمد وكحول كما كانت في السابق أما التفكك القلوي نتبقى جيدا على التفكك القلوي لنرى ماذا يحدث في التفكك القلوي تمام؟ نشوف ماذا يحدث في التفكك القلوي ناخد استر CH في وجود طبعا قاعدة ووجود قاعدة قوية CH3 C1 O CHO CH زائر طبعا M A O H طبعا هذه STRONG BASE قاعدة قوية قاعدة قوية قاعدة قوية قاعدة قوية C CH2 O H CH3 O H ممكن ما تكونش بكتابة واضحة نتبقى بطريقة زائر checked C L możemy اتش schon adora تجهد الآخر أصłby طبيعة قوية الان الطبعا السرعة السرعة سادز السرعة حالي سرعة يسمونها التصفن أو سابنوفيكيشن نطلق عليها اسم التصفن أو سابنوفيكيشن ماذا تشعر بسبب سابنوفيكيشن؟ الأن هنا الناتج هو ملح لحم كاربوكسيلي سوف أكتشعر بسبب سابنوفيكيشن التصفن هو عبارة عن تفاعل الإسترات مع قاعدة قوية وينتج ملح لهذه القاعدة هذه العملية يسمونها التصفن سابنوفيكيشن واحد واحد اثنين أبوك هذا كله طبعاً مشمل الشبطة السابن من العشرون هذا مشمل شبطة ثمانية وعشرين وهيك نكون احنا الهيلة محاضراتنا بالنسبة لمادة مبادئ الكيمية العربية لكن أريد أن أؤكد على شيء مهم جداً بالنسبة للامتحانات الامتحانات ستكون سهلة جداً ستكون بسيبة جداً من المواقع اللي درسناه ستركز على كل اللي درسناه وكل اللي شرحناه فالامتحان نظامه ليس بالصعوبة فائقة المهم أنت تركز على التفاعله ركز على ركز على بعض اللي هي ركز على بعض الديفنيشنز على كل نحن هبس يعني نقوم تكون عندك فكرة طبعاً في قلاب كانوا متصعبين من شغلة واحدة اللي هي طريقة التسمية وطريقة التسمية طبعاً كانت طريقة سهلة كل واحد له طريقة معينة وكل واحد الوف شيء معين ومحدد يعني مسئلاً على سبيل المثال هنرى مثال وسيل جداً واحد لا نفترض انك عندي في مجموعها chd xd xd طبعا احنا قلنا نختار اقوى سلسلة اقوى سلسلة بالمركب ثم بعد ذلك نبدأ بالطرقين من اللي هو التفرع الاقرب الى الطرق انا واحد اتنين ثلاثة اربعة خمسة ستة سبعة ثمانية. نشوف المدر المدر في تمانية اوكتين. المدر في تمانية اوكتين. في هنا ثلاث مجموعة ميتايل. في انها اتنين واقعة في ثلاثة واحدة واقعة في اربعة. ففي هذه الحالة بتقول ثلاثة. ثلاثة. واش كمان? واربعة. ها? ها? تراين. 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 ايش تراين ثلاثة? ميتاين. ميتاين. اوكتين. كانت عملية بسيطة جدا بس ركزوا عليها. هذا وبالله التوفيق ونراكم ان شاء الله في يوم الاحد في امتحان الفير من اثنين وعشرين. والفايدل طبعا سيعدل عنه فينا بعد. واستغلق لكم الله. واستغلق لكم الله. واستغلق لكم نجاح والسداد ان شاء الله. وشكرا لكم. وان شاء الله اه كون من الناجحين والمميزين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.